يمكن أي حد يبص بص اليومين دول على أوروبا هيلاقي إن الجنس الشيء عادي جدا في مجتمعاتهم والحرية الجنسية واحدة من القيم الحديثة اللي بيفتخروا بيها وشايفينها نجاح اجتماعي وتاريخي المفروض يضرب بيه المثال لكن المفاجأ إن تاريخ أوروبا ما كانش كده دايما وأحوالها كانت عكس الصورة مرسومة وبتتصدر لنا في الحاضر وحزام العفة شاهد على عصور من الجهل والتخبط اللي كانت أوروبا عاش فيهم ونظرة الرجال للمرأة على إنها زريعة للخطيئة وقاصر دايما عن الحفاظ على نفسها وعفتها حزام العفة هو حزام مصنوع من الحديد موصول بإفل ليه مفتاح بيبقى في الغالب مع الزوج وكان بيستخدم لمنع أي شكل من أشكال الممارسات الجنسية غير المشروعة في غياب الزوج بداية استخدام الحزام ده مش متفق عليها لكن فكرته بدأت كاستعارة ومجاز في خطابات كبار رجال الكنيسة زي جريجور العظيم وقال كوين اليوركي اللي كانوا بينصحوا فيها المرأة بالعفاف وعدم الوقوع في خطيئة الزنا وربط حزام العفاف عشان يتجنبوا الغواية لكن أول تصميم ورسم تفصيل للحزام جه في كتاب اسمه بيليفورتس لمهندس عسكري اسمه كونراد كيسر سنة 1405 الكتاب كان عن التكنولوجيا العسكرية والأسلحة الحديثة اللي كانت موجودة في أوروبا في الوقت ده والظاهر إن الحزام كان متقدم من كونراد كاقتراح للجنود والضباط اللي كانوا بيحربوا لفترات طويلة لاستخدامه كوسيلة للحفاظ على زوجاتهم اللي قاعدين في البيوت مستنينهم يرجعوا من حروبهم اللي ما بتنتهيش في سنة 1889 واحد اسمه أنتون باكيجنر غاوي جامعة وحف لقى حزام مدفون مع امرأة شابة ماتت في القرن الستاشر ولما حاول يستفسر عنها ملقاش أي ذكر ليها في سجلات مجينة لينز النمساوية والواضح من كلامه أن الحزام كان ملفوف حوالين هيكلها العظمي وكان فيه حزامين في مدحف كولوني في باريس واحد من المفترض أنه كان لكاترين ديميديتشي والتاني للملكة آنا نمساوية وكان فيه أحزامة تانية في المدحف الوطني الألماني والمدحف البريطاني لكن أغلبهم ما بقاش يتعرض لأنه بيسبب لهم حرك تاريخي البدايات الفعلية لاستخدام الحزام ده مختلف عليها ناس بتقول أنه بدأ في العصور الوسطى مع الحملات الصليبية عشان المحاربين يحافظوا بيها على زوجاتهم أو لما الرجال كانوا بيسافروا للحج في الأراضي المقدسة أو للتجارة في أماكن بعيدة الحاجات اللي كانت بتتطلب وقت طول جدا لغياب الزوج ناس تانية بتقول أنه بدأ مع عصر النهضة ما بين القرن الـ 14 والـ 17 وناس تانية بتقول لا ده بدأ في القرن الـ 19 كأداء لمنع الاستمناء اللي كانوا فاكرينه بيسبب الخلل العقلي والجنون وفريق تاني محرق جدا من فكرة الحزام واستخداماته فبيحاول ينفي وجوده أصلا وبيقول أنه كان مجرد سخرية والنقطة مش حقيقة من المهندس العسكري كونراد لكن الحقيقة أنه كان حقيقة وفضل مستخدم لحد القرن الـ 19 خصوصا لما المرأة بدأت تسيب البيت وتشتغل وتحتك بالعالم الخارجي لكن استخدامه في الفترة دي كان لمنع الاختصاب والتحرش بالمرأة العاملة وفي الفترة دي بدأ يحصل تطوير في صناعة حزام العفة اللي كان مصنوع بالكامل بالحديد وكان بيسبب عدوى والتهابات شديدة وخراريج وبدأت الشركات تبطنوا وتخليه أخف وأكتر أمانا حاجة زي دي طبعا بتاكس رؤية الأوروبيين والغرب للمرأة في جزء طويل جدا من تاريخهم المرأة رمز الغواية والنقص المرأة اللي كانوا بيشوفوها ويتعاملوا معاها على أنها إنسان غير كامل أقرب للحيوان ودي عادة الكل المهم دايما الصورة اللي بتتصدر وتتصدق مش مهم أبدا المضمون وما وراء الصورة دي قافة حاضرنا كله الصورة دايما أهم من الجوهر كل شيء سطحي وكل شيء تافي بس المهم إننا نفضل لتشدق بالعمق والفهم لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا اللايك وسبسكرايب وتصيبوا لنا تعليق فيدنا وأشوفكم على خير